السلام عليكم و انا صباحي مدربة معتمدة في تنمية ذاتية تأثير سربي منع التجول الليلي يكون لديهم استعداد و مشاكل نفسية و صعوبات و الخلل اما في التكوين الشخصي في مشكلة لا تجد راسك مع راسك دائما تخرج على بره دائما مع الاصدقاء دائما مع العائلة دائما المهم لديك الكلسة بينك وبين راسك تتحيي و لتحييدها لان غاية تلقى راسك وبين راسك تتبدأ الرسائل السلبية فبزاف الناس تهرب من راسها في التواجد مع الاخرين الحاجة الثانية بالنسبة للأسر لا يكوبر رجل مراته ولا مع الوليدات ولا الأسر الكبيرة و عاية راسك مليشاكل كبيرة جدا ستدطل لهم يريدون ذلك مثل اليوم مع بطيحة ولو البغلاء ماذا يعني لم يخرج حضر من الحياة لم يخرج حشي مال يعني هو الذي يخطي عليه لأن دائما تجد الرجل و المرأة لا تفهمون للمدورة بناتهم لا يفترضون مجدودون الحب لديهم مشكلة لبنية على الصح كل واحد فيهم خيد في خدمته والتالي مرأي لما خدمه على برا فهي مقابل أولاده هو كي يجي عيان من الخدمة فالوقت اللي كيمضيوا بيناتهم كان قليل جدا مع الحجر الصحي وللا الوقت كبير فلقينا رأسنا مع بعضياتنا تخيل مع رأسك أنا شحن واحد يقولك حالي عاد كتاش في مراتي أو عاد كتاش في طراجلي بتاشت عندي الولاد بتاشت أن والدي كيدير في حالكة وبنتي كتتعامل في حال هكا فاللي عندهم مشاكل كبيرة جدا في التواجد بالليل رمضان في القسر ديالهم خاص لواحد يكون عنده الشجاعة وأنا سأعرفش كنقول الشجاعة هي اللي محتاجه لكوغاش باش يقلس مع رسول يقول أشنوا واقع لأن المفروض أن داك اللحبن ديالك البيتي هو المفروض بين قوسين هو المكان المفضل هو مكان الراحة هو مكان الأمن والأمان هو المكان اللي كتدوس فيه واحد الوقت جميل ورائع وفيه المحنة وفيه الحب وفيه التواصل فهي لو لا داك اللحبن ديالك المفروض يسمح لك بهذا الشي كامل انت خايف منه ومع الصب منه ومع حاب منه وشو بغي تهرب منه فهنايا خاصنا نوقفه ويكون عندنا الشجاعة باش نقوله أشنو خاصنا نصلح في هذا المجال الداخلي ديالي لأني لما مرتحش منه فهذا رائع واحد للعبء كبير جدا سواء كان الحضر ولا ماشي الحضر أغير انت كان هرب من كان داك السامح بالخروج ليلا في رمضان مثلا كان هرب ومشي وكان بقاتل كثير من الرجال كيبقوا في القهوة في رمضان الجوش ثلاثة صبحتك تقرب الفجر وكيتما هذا هو جود رمضان لارا جود رمضان هو الجود الإيخة هو الجود الأسرة هو الجود ديال في الحقيقة توحشنا ذاك المسألة ديال كتمشي عند العائلة والأصديقة والأصديقة كيجوا عندك والعائلة توحشناه ولكن هذا لا يمنع أننا نقول الحمد لله وأننا نتكون صندخة وأننا نركز على اللي عنا حاليا الإنسان محروم من الحرية من أكثر العقوبات المنتشرة العالمية هي الحرمان من الحرية يعني مين كان حبسو سيحاد مين كيقوم بشي دنب كبير جدا للعقوبة دياله كتحرموا من أهم وأكثر الخاصيات اللي لثيقة بيننا نحن البشر وهي الحرية فبالتالي يمكن هذه المسألة تهيك يكون عندها وحد الوطن ولكن لا تبرت انتايع أن ذاك البيت ديالك والأسرة ديالك والتايل لك أنت بوحدك هذا الجولس بينك وبين راسك وتقلس وتتعلم وتتكلم مع راسك وتعرف راسك وتشوف راسك شنو باغي وشنو ما باغيش وتشوف ولداتك تيك بروح ذاك علش ما كان يستعملش ذاك صداع لا را ذاك صداع تدري صغرة يدوز كان قدرون نستعملوا هاد القاضية واش مده بس ست سنين ولا عشر سنين هاد الوليدات سيبقى وكيلعبوا في حالك كلا واش هاد صداع هايبقى وما كيبقاش في شهر رمضان يعني بالعكس تراويح ممكن تصليها في بيوت دينا وراء اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن التراويح ما كان يصليها في المسجد صلها ثلاثة المرات في المسجد فالأساس دينا هي أنها تصليها في دارك وتأخذ الأجر في مراتك وفي ولداتك ولا في أخوتك ولا في الناس اللي ينتي معاهم الحاجة الثانية شهر رمضان مدام كان يكونوا في الفترة الليلية الأغلبية فينا كيبقى صهران لا يمكن ان نضحكم ونعتبرها فرصة لتعرف على الواسط الباغي للاسف مع التليفون فهذه الفرصة نعتبره رب ضرتي نافعة لا يمكن أن نقل لك أن هذه الحاجة صحية ولا صحية صحية لا صحية ونزيد نكبر الوطأ ونزيد نكبر الغبينة فيها ونزيد نقها الراسي ونقول عجي شنو الإيجابي في هذه الجريبة هذي شنو قدر نتعلم منه شنو نقدر ناخذ منه شنو نقدر ناخذ منه باش ان شاء الله رحمه 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 من يتحيد هذا الحاج ومن ينزل عنا هذي الجائحة القراسي استافت وزيدت القدام وكون متيقنة ان اللي ما استافتش من الجائحة وما تعلمش الدروس وما ردش الأولويات لحياته وخات مشي الجائحة هيرجع كيم مكان والعكس يقدر يرجع كفس فنستغلوا حنا هذي الفرص باش نتعلموا من أنفسنا نتعلموا على أنفسنا ونعاودوا صنع وإدارة العلاقات الجيدة مع الأسرة دينا لأن الأسرة هي أساس المجتمع إلا كانت الأسرة متماسكة وصالحة وكين المحبة وكين المحنة وكين الناس أسوية رأى المجتمع كامل كيكون في حلقة وإلا بدنا من الأسرة كان نتجو ناس محطوبين ناس مراضين ناس ضعفة ناس قباحين لأن ذاك الضعف كيتحول القباحة كيتحول الشر كيتحول الحسد فرق قولنا من بعد كان خلصوا عليه ترجمة نانسي قنقر